مشاهدين الكرام اهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من اول قناة اخبارية في الجزائر اذا نجوى مستقرة على العموم بكل المدن الشمالية والجنوبية للوطن نسهل نشتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا صحب عبرة بالمناطق الشمالية نسل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الحاد بداية بالصباحة اجوى مغشات على كل المناطق الغربية صحب عبرة بشرق البلاد اجوى مستقرة على العموم بالمناطق الوسطى بالجنوب سمم مغشات على السورة حتى بمرتفعات الهجر والتسلي لكن يبقى التقس مستقر على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع رياح تسل إلى خمسين كلمتر في الساعة على السورة ووسط الصحراء تؤدي إلى تطاير للرمال درجات الحرارة الدنيا للصبي حتى لاحد تسل بإذن الله إلى حوالي عشر درجات على وهران ست درجات بالجزائر العاصمة زيوزو تلمسان وقلمة ثمان درجات على عناب درجة واحدة تحت الصفر على ستيفنش درجة على عين سلحت من درجات بأدرار تسع درجات على تيندوفر أربع درجات على إليزي وجانات وثلاثة درجة بمنطقة عينجزة في ظاهرة لاحدنا توقع تقس مشمس ولطيف على كل المناطق الوسطى والشرقية سمم مغشات جوسيا على غرب البلاد بالجنوب جوى مغشات على السورة ومرتفعة الهجر والتسلي لكن يبقى التقس مشمس على العموم بباقي المدن الجنوبية مع تطاير للرمال على السورة حتى بالجنوب الغربي السحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى لذاهيرة لا حتى سلبيذن ليلة 21 درجة على وهران 20 درجة بالجزائر العاصمة 17 درجة على العناب وقلم 14 درجة على ستيف 13 درجة على بثنة 16 درجة على لغوات 14 درجة على البيت 18 درجة على تيزيوزو 22 درجة على تلمسان 23 درجة على عين سلح ومنطقة أدرار 22 درجة بتيندوف 20 درجة على بشارت منتج درجة على إليزي وجانات و25 درجة على منطقة عينجز نصل بكم مشاهدين لحالة البحر اليوم الأحد سيكون بإذن الله هادئ إلى قليل الإطراب على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتروح سرعتها من بين 20 حتى 30 كم في الساعة بالسواحل الشرقية يكون البحر هادئ إلى قليل الإطراب مع رياح مختلفة الاتجاه لن تتعدى سرعتها 20 كم في الساعة قبل أن نختم نشتنا الجوية نتجه اليوم لولاية مستغانم والتي تقع في الشمال الغربي للجزائر تبعد عن العاصمة بحوالي 350 كم فإن الأجواء بها يومي الأحد والاثنين تكون مغشات جوسيا أما يوم تلتاء القادم نشهد تساقط بعض الأمطار المتفرقة مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 8 و 9 درجات أما القصوة ما بين 19 و 21 درجة الريح فيها تكون ضعيفة 29 كم في الساعة من نسبة الرطوبة حوالي 69% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي يوم لا حد والله أعلم شكرا لكم على كرم المتابعة في أمان الله